اهلا بكم مشاهدين الكرام لفقرة ضيف الزوال يحتفي المغرب يوم خامس دجمبر من كل سنة باليوم الوطني للمتبرعين بالدم للإشادة بضرورة هذا العمل التطوعي والواجب الإنساني فكل شخص بالغ يتمتع بصحة جيدة مدعو للتبرع بالدم على الأقل كل ثلاثة أشهر بالنسبة للرجال وكل ستة أشهر بالنسبة للنساء وبلغ معدل التبرع بالدم 0.88% من السكان خلال العام الماضي بينما توصي منظمة الصحة العالمية بنسبة تزيد عن 1% من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من حجية الدم اليوم مشاهدين سنحاول الحديث عن هذا اليوم الوطني وأهمية التبرع بالدم ولأجل ذلك يسعدنا أن نستضيف السيدة نجية العمراوي وهي مديرة المركز الوطني لتحقل الدم ومبحث الدم السيدة نجية العمراوي مرحبا بك مرحبا بكم أولا كنشكر القناة ديال إمفانتكات على الاستضافة وعلى الاهتمام بهذا الموضوع هذا مرحبا بك في البداية أسألك عن الأهمية التي يكتسيها هذا اليوم الوطني للتبرع بالدم هو اللي خصوة يعرف المواطنين أن هناك أيام يحتفل بها المراكز سحق الدم مشاهرة وطنيا عالميا هذه الأيام هي ككلها هدف بسبب اليوم الوطني للمتبرعين بالدم أول حاجة كنشكروا به المتبرعات والمتبرعين اللي الدوهد الواجيب على طيلة السنة وكننحيوا فيهم هذا الروح هذه لأنهم كيدضامنوا مع ذيك المريض وكندعيوهم لأنهم يكملوا في هذا المجال هذا هذه أول حاجة ثاني حاجة كنشكروا المواطنين ومواطنة أن هناك مريض داخل المستشفى يوميا هناك مرضى محتاجين لهذه الأكياس الدم وكندكرهم في ذيك الفترات اللي كتكون احنا كنسميوها فترات حارجة بحال ذلك حاليا احنا في عطلة مدرسية مقبلين على رأس السنة يعني هذه كلها فترات كتكون حارجة كنستبقوا مع الإعلام ومع قاعد الناس المشاركين دينا نستبقوا بالتحسيس والتواصل مع المواطنين باش أنهم يؤديوا هذا الواجب في هذه الأيام اللي هي فترات حارجة لا بالنسبة لنحنا ولا بالنسبة للعالم نفس الإطار بالنسبة للجميع طيب سيدة نجية هل لكي الآن أن تطلعين أكثر على معدلات التبرع بالدم عفوا وهل نحن فعلا أمام أزمة اليوم في المغرف فيما يتعلق بهذا الموضوع أولا اللي يخصوهم يعرفون الناس أن عملية التبرع بالدم هي دائمة منذ سنوات وحنا هذه العملية كنا يعني باش يعرفوا المواطنين بأن هذه العملية كنا منذ قادم أن نحن في المغرب أول دول العربية ولا الإفريقية اللي دارت قانون لهذا المجال وهو المغرب سنة 1994 هي القانون 093 هذا كان قانون كي أطر هذا المجال من الأول إلى الآخر ثاني حاجة هو أن هذه العملية هي أنه كان هناك إنسان مارد يعني اللي هو في حاجة مثل واحد الكيس ديال الدم هو إنسان ضاعف وكان هناك إنسان بصحة جيدة اللي هو يمكن له يؤدي له هذا الكيس هذا لأن الكيس ديال الدم يمكن له لا يتصنع ولا يتشرى لما أعطاش ديك المتبرع اللي هو بصحة جيدة ممكنناش نتوفر عليه هذه من جهة من جهة أخرى هي كان أن هناك عدة مستشفيات جامعية مستشفيات حكومية كذلك عدة مصحات على الصعيد الوطني وخاصة في واحد المنطقة في إن كان العدد كبير من هذه المستشفيات والمصحات اللي هي ديك المدن الكبرى وهذه المستشفيات هذا يعني أن هناك تقدم في الطب وكلما تقدم الطب كلما طلبات لهذه الأكياس الدم كتكبر وكيخاص أنها تأدى هذه الطلبات من بين الأمراض اللي الحمد لله لو كيتعالجوا في المغرب كان هناك أمراض سرطان وهذه الأمراض معروفة على الصعيد العالمي بأنها هي أمراض كتحتاج لواحد الكمية دي الأكياس لدي الصفائح ولا دي الكرويات الحمراء ولا دي البلازمة من أجل استكمال العلاج دي المعرض ضروري هذة الكمية كذلك كان بزاف دي الحواج كان المستعجلات كان الجراحة هي عملية التبرع بالدم أو أكياس الدم دي التبرع بالدم اللي كيتبرع بها الموضي كيحتاجها جميع المرضى بدون استثناء غير هي كتفوت درجات بين المريض والمرض طيب عندما مثلا أنا أتبرع بالدم وأذهب إلى مركز لتحقنا الدم وأتبرع بالدم هذا الكيس الخاص بما هي المراحل التي يمر منها بعد ذلك الناس اللي كأخصوم يعرفوا أننا عندنا جوج عمليات كان عمليات تبرع بالدم داخل المراكز وكان عمليات تبرع بالدم خارج المراكز يعني إحنا كانت توجهوا لعند المتبرعين إما في المؤسسات الحكومية أو الغيح حكومية أو مع الجمعيات أو على الصعيد الوطني كانت قاع الإنسان اللي يستدعينا أو اللي إحنا كانت مشوا عنده وكانت طلبوا منه باش أنهم نديروا عنده حملات دي التبرع بالدم فبهذه المناسبة كانت شكر الجميع بدون استثناء وخاصة المجتمع المدني والجمعيات المختصة في عمليات التبرع بالدم هذه من جهة وكان عمليات تبرع داخل المراكز ولكن هاد التبرع بالدم هو كيس ديال الدم اللي واحد نسبة دياله 420 مليلتر كيتعطى من عنده واحد المتبرع اللي هو بصحة جيدة المواطني اللي خصوم يعرفوا أن جميع عملية التبرع بالدم في المغرب تكون تحت إشراف طبيب مختص في هذا المجال اختصاص دياله هو هذا المجال وهالطبيب اللي كيدوز عنده المواطن اللي ناوي يتبرع فهو اللي كيحدد وجدك المتبرعين كله يتبرع أو لما يتبرعش هذه اللولة تاني حاجة كي إن هناك واحد القاعة ديال لأخذ الدم هاد القاعة كيكون مجهزة بواحد بواحد الآليات بواحد المواد المستعملة معقمة ودات الاستعمال الوحيد واللي هي كتكون تستعمل بحل الأكياس هي أكياس دات الاستعمال الوحيد والإبرة داخل الكيس وتستعمل للمتبرع الوحيد يعني ما كانش ديال القاعة ديال الناس اللي كان سمعوا أنه رايقدر إنسان مشي يتبرع وينتقل له شي مرض هدي نهائيا يعني ما يمكنش ينتقل أي حاجة عن تقل لأن الأدوات المستعملة هي أدوات معقمة وهي كتخضع ديك المعايير الدولية اللي إحنا هدي من جهة هدك الدم من كي يعطي الإنسان كي تسمى دم كامل إحنا عاد كندخله المختبرات ديالنا وكي تقسم إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول هو الكرويات الحمراء وهدو الكرويات الحمراء عندهم خاصية في العلاج وكين الصفائح وكين البلازما المواطن اللي يخصوا يعرف أنه علاش إحنا نخرجه دائما وكين وجهون نداءات وكين تعاونوا مع الإعلام اللي هو شريك أساسي الله يجازيهم باخير حالي باش نوصلوا لمواطنين هات شي حيث كينا مدة صلاحية ديال هاد الأكياس ممكناش نخزنوا مدة كبيرة يعني نجبعوا بزاف ونخزنوا كرويات الحمراء 42 يوم البلازما ما كنش عندنا إشكال فيها سانة ولكن الإشكال الكبير هو الصفائح خمسة أيام فإحنا مطلوب مننا داخل المراكز يكون عندنا واحد المخزون يعني ما نفوتوش وما نهبتوش عليه جميع المراكز على حساب الطلابات وهذا التدبير صعب صعب جدا ولكن الحمد لله المسؤولين كيتقاتلوا مع هات شي باش أنهم يكون دائما موفرين المخزون لاحتياطي ديال المستعجلات والمخزون ليصلح لمرضى ولكن هات شي خاصة المساعدة ديال الجامع لك شي لاش إحنا عندنا واحد الشعال إحنا أغطلقنا هاتي واحد خمسة سنوات ولا ستة التبرع بالدم مسؤولية الجامع صحيح هذا الدم هذا منك يتقسم كي يخصو يتحلل إحنا ما كنهزوش من عند المتبرع وكان نعطيوه المريض لا كان هناك تحاليل كيدوزو كان مختبرات كان مختبر ديال الصنف الدموي يعني خصونا نعرفو ديك المتبرع الدم ديالو شنو الصنف ديالو وكان مختبر ديال الأمصال اللي هو كيحلل ديك الأمراض المتناقلة جنسيا كان لباتيت بي لباتيت السي والسيفيليس والسيدا هادو الأمراض موجمع عليهم في العالم كامل هما اللي كيددارو أولا للكيس ديال الدم هاد منك يخوش هاد شي كولو ساليم هادك الكيس ديال الدم كيدوز في واحد الكونتخول أنا واحد مراقبة حتى كيكون أنه ساليم بالمئة في المئة لأننا مراقبة الجودة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهاوي هاد كيمكننا ينوجهوه لأماكن ديال التسليم وفي أماكن تسليم راكين هناك عاوتني مختبر آخر اللي كيحدد الصنف الدمويد ديال المارض ومن الصنف الدمويد المارض كنشوفه الصنف الدمويد اللي هو مناسب له أحد كننسلموه لديك المارض فهدي كلها مراحل كتطلب آليات جد باهضة اللي الحمد لله إحنا كنت سوفره لها كتطلب واحد الناس اللي هما أكفاء في هذا المجال الناس عندهم اختصاصات لها في المختبرات وولادات اللي هما موجودين الحمد لله لداخل لأن الناس ما كتشوف الواجهة غير عملية التبرع بالدم ولكن المراحل هما مراحل جد جد مهمة والحمد لله احنا ماشيين على معايير الدولية يعني ديك شركة دار داخل المختبرات هكين في الدول الأوروبية هكين في دول أخرى احنا ماشيين كنتوازو مع الدول المتقدمة طيب سيدة نجية كيف تبدو اليوم خارطة التبرع بالدم في المغرب على مستوى الجهات ربما ما هي الجهات التي يوجد فيها أقل نسبة من التبرع بالدم هو أولا كنشكروكي ما قلنا ديك تلتمية وتسعتاش لألف متبرع ديك سنة 2021 على هذك التبرع بديالهم وكان اللي خصوهم يعرفون الناس أن الرجل يمكن له يتبرع كل شهرين والمرأة كل ثلاثة أشهر ولكن احنا كان طالبوا هذك تلتمية وتسعتاش يتبرعوا هجو جمعات في السنة ويكونوا منتظيمين فاحنا هذين نفوتوا ديك النسبة دي الواحد في المياه اللي هي تنص عليها المنظمة العالمية الصحة اللي هو خصو يعرفوه الناس هو عملية التبرع بالدم ولا عدد المتبرعين كيختلف من المنطقة لمنطقة ولكن على حسب الطلبات بحل ده بل أخدينا مدينة الضربدة ولا مدينة الريبات ولا مدينة موراكش ولا مدينة وجدة هذو مدن كبرى اللي كتحتاج واحد الكيمية كبيرة اللي عندهم عدد كبير من مستشفيات عدد كبير من المصحات اللي كيحتاجوا هذ الكيمية وما ننساوش أن الناس بزاف من المغرب كيجوا يتعجوا في هذ المناطق هذو إذن الحاجات ديالهم تتكون كبيرة كتراوح ما بين 150 إلى 400 كيس في اليوم ما بين المدن كين مدن للحاجات ديالهم قليلة ما عناش فيها إشكالية ذاك شي اللي كتش تشوفوا دائما نحنا كنخرجوا الناس خصوهم يتجوا يتبرعوا في هذ المدن الكبرى لأن الطلبات كبيرة هذا لا يعني أن نحنا ما كنوجدوش الدام وما كنخرجوش رهات 319 ألف ركت تخرج وكتوزع على المرضى والحمد لله كين مرضى كتار كيتعالجوا ولكن احنا بغينا ديك المخزون لاحتياطي لاحتياحي لي فيها الراحة للمرضى وللناس الموظفين وللناس يعني ما كيكون عندنا المخزون تحنا كنكونوا فرحانين لو كان المرضى كيكونوا 100% راه ياخدوا الكمية اللي هما خصهم ديال أما بالنسبة للناس يقولوا أن عندنا المخزون صيفر فهذا لا نعمره تيكون لأن احنا ما يمكنناش نبقى حتى يكون المخزون صيفر عاد نخرجو احنا منك يكون نحسوا بالخطر كان خرجوا الإعلام وكان وضحوا الإعلام والحمد لله كان لقوا استجابة الناس كيجيوا مؤسسات كي تصلوا بنا على ود الحاملات وكل شيء ومن هذا المنظر كان وجاء واحد نيداء جميع المؤسسات أنهم ينسقوا مع المراكز حيث عنا 18 المركز على السعيد الوطني وخاصة مراكز الكوبرا ينسقوا معهم باش يديروا واحد البرنامج سانوي وخاصة هذا البرنامج يكون في ذلك الفترات الحارجة يعني يكون هما كيساهموا معنا في ذلك الفترات الحارجة وبالنسبة للمواطنين عضريني على المقاطعة بالنسبة للمواطنين كيف السبيل إلى تحسيسهم بأهمية التبرع بالدم؟ هو التحسيس خاصو يكون جميع يحسس أول حاجة احنا دبعاً طريق الإعلام الإعلام خاصو يكون شارك أساسي ويحسس معنا ثاني حاجة الشراكاء دينا كاملين احنا كنديروا لهم واحد واحد لسيونس وكان نعطوهم المعلومات وكان نعطوهم باشتهوما يوزعوهم ثالث حاجة كما قلت تبرع بالدم مسؤولية لجميع يعني انت الإنسان يسمع شي مغالطة ولا شي حاجة يجي يتأكد منها والحمد لله احنا المراكز محلولة كما محلولة المتبرعين محلولة لأي واحد يقدر يجي يستفسر ولا يجي يشكي هير إنما ديك واحد الميساج السلبي اللي هو هادي يخرج على مريض أنا كان نصح أن الإنسان ما ينشوفش في هذه الخطوات أي معلومة عنا الجواب ديالها الحمد لله أي مسألة لحل دياله ولكن اللي ما كينش لحل دياله هو أن المريض كاين وما كينش لكي يستم ده ولي ما كينش لحل دياله وأنا كان نقولها دائما من جميع المنابع أن ديك الإنسان اللي مش يتبرع يحسب راسه هيدك المريض واحد من عائته فمن يكونش واحد من عائتك ولا من ولدك ولا الأب ديالك كتدير المستحيل فهذا واجب عنا كامل واجب إنساني واجب ديني واجب أخلاقي اللي بغيتي هو واجب من يكون عندك شي مشكل استفسر والسجوب الحمد لله كل شي ده بنفتوح وكين إعلام وكين اللي بغى المعلومة وكين موجودة نجية العمراوي مديرة المركز الوطني لتحق ومبحث الدم شكرا جزيلا لك نعم تفضل أولا شكراكم بزاف شكرا جميع المتبارعين ونتمنى إن شاء الله الفوز المتخف في اليوم إن شاء الله شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه التوضلات شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في أمان الله